مش فقط شركة هواوي هي الشركة المنافسة عالميا اللي طلعت من الصين حاليا في عنا كثير الشركات صار ينافسه بطريقة قوية واخر اصدار من شركة أوبو نحكي عن أوبو فايند اكس تو برو يمكن يكون هذا افضل جهاز عشرين عشرين لحد الان طلع خلو نتعرف عاد الجهاز السلام عليكم اصدقائي انا السيزار برحب فيكم في قناة السيزار ريفيوز اهلا وسهلا بالجميع شركة أوبو اعلنت عن جهازين أوبو فايند اكس تو والأوبو فايند اكس تو برو انا بدي اركز على البرو ورح احكي مرات بعض الفروقات ما بين التو والبرو والتو برو ورح ابدأ طبعا كالعادة بالتصميم اذا بدي احكي او اشرح عن التصميم وكون مختصر جدا جدا بقدر احكي لك انه تصميم أوبو فايند اكس تو وتو برو فخم صحيح انا كنت بتوقع اشي يكون يعني اللغة التصميم اللي شفتها بالأوبو رينو تو لانه هو افضل تصميم انا شفته بالنسبة لي لكن اتوجهه بطريقة مختلفة والطريقة يمكن ما تعجب البعض لكن يظل الجهاز فخم الاشي المصنوع منه هذا الجهاز السيراميك الزجاج طريقة التصنيع الالوان كل شيء فخم كل مراجعة او بسموها فيديو هاندز اون عملوها الاجانب على هذا الجهاز اللي حصلوا هذا الجهاز كان عنده تقريبا نفس الانطباع فيه فخام قوي جدا جدا بهذا الجهاز واعتقد يمكن هو حاليا افخم جهاز موجود في عام 2020 نعم 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 نحن 2020 فأوبو متميز جدا تصميم انا بصراحة بعمل تصميم او بس انا بس كان عندي وحدة الواجهة تبعت أو بو فلما يوزبط هاي مع تصميم و مع العتاد الموجود يظهر جهاز 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 مثالي سماكة هذا الجهاز 8.8 مليمتر للنسخة البرو و 8 مليمتر للنسخة العادية يعني أعتقد عشان البطارية كبيرة يمكن السبب انه ما عملوش تصميم زي تصميم الأوبورينو 2 الكاميرات الحساسات تبعت الكاميرات والعدسات تبعت الكاميرات أكبر والتقني الجديد الموجودة تطروا يعملوا بمب اللي هو الهمب طالع من جسم الجهاز لأنه لو بدوا يغرقوها بجسم الجهاز سيطلع معنا جهاز كثير سميك فما راحوا لهذا الخيار طبعا نسخة البرو ستيجي بنسخة سيراميك وهذا شيء كثير فخم أو جلد أما النسخة العادية ستكون إما زجاج أو جلد طبعا كلا الجهازين سيكونوا محميين بكوننجوليلا 6 من الأمام وإذا كان من الخلف أيضا من الخلف إذا كان زجاج أما البرو فهو مدعوم بالIB68 مقاوم للماء والغبار النسخة العادية ستكون IP54 بس لم يتم ذكر بأننا لدينا جهاز زجاج أو سيراميك أو أشياء مختلفة جلد لا يوجد ذكر لدعم شحن لا سلك الآن نتحدث عن الشاشة والشاشة هنا من أميز الشاشات التي يمكن أن ترى ويمكن يمكن أن تكون أفضل شاشة موجودة في السوق ممكن أن أخبركم حتى يعني عندها ميزة أو ميزتين تتفوق فيها على الجالكسي ألترا نتحدث عن الشاشة الشاشة AMOLED 6.7 إنش دقة هذه الشاشة 3K ليس 2K وليس Quad HD لا 3K فهذه أول ميزة تجعلها مختلفة عن شاشة سامسونج ستعطينا 513 بيكسل لكل إنش ستعطينا 120 هرتز رفريش ريت مثل سامسونج ستدعم HDR10 وستكون محمية بCorning Gorilla Glass 6 درجة سطور هذه الشاشة 800 نتز ممكن أنها أقل هنا من سامسونج ولكن تظهرها درجة عالية أيضا موضوع معدل تحديث اللمس 240 هرتز مثل سامسونج مثل آيفون الميزة الوحيدة المختلفة التي أخبركم أن تختلفها عن سامسونج سامسونج تعطيك 120 هرتز فقط على Full HD عندما تذهب Quad HD تأخذ 60 هرتز هذه الشاشة ستذهب Quad HD أو Full HD ستأخذ 120 هرتز بدون مشاكل طبعا عندما تذهب Quad HD و120 هرتز سيكون السحب أكبر للبطارية هذا شيء طبيعي لكن التجربة ستكون رهيبة هل نتحدث عن نظام التشغيل؟ بالعادة أنا أطول في هذا الموضوع ولكن هو Android 10 أكيد لكن الجديد في الموضوع والذي أنا جد متحمس له ColorOS أنا عندي مشكلة مع ColorOS ما حبيته ولكن ColorOS 7.1 الجديد والذي رأيناه بعد بعض المراجعين يبدو أن هناك تحديث كامل للسكن تبع ColorOS ممكن هذا الأشي يشجعني أستخدم هذا الجهاز بطريقة رسمية وبطريقة دائمة إن شاء الله فأنا أتمنى يوصلني جهاز أو حتى يجيني أبديت على Reno 2 لحتى أشوف ColorOS 7.1 وإذا كان شيء متميز بعمل عنه فيديو طبعا المعارج سيكون Snapdragon 865 على الجهازين بمعارج رسوميات Adreno 650 الأداء ستوقض على الجهازين منقطع النظيم أداء ممتاز بالنسبة لخيارات التخزين لدينا اختلاف نسخة البرو ستأخذ إما 256 أو 512 جيجا بايت مع 12 جيجا بايت رام بدون دعم SD كارد ستكون الـ RAM LPDDR5 ستكون الساعة التخزينية بتقنية UFS 3.0 هذا ممتاز نفس الشيء بالنسبة للنسخة عادية ولكن سيكون عندنا 128 جيجا مع 8 جيجا رام أو 256 مع 12 جيجا بايت رام بدون SD كارد نتحدث عن الكاميرات بسرعة سريعة الهاتف Oppo Find X2 Pro أخذ تقييم على موقع DXO Mark بأعلى تقييم حاليا هو وشامي 110 برو عندهم أعلى تقييم كاميرات الكاميرا الأساسية في البرو 48 ميجابيكسل بفتحة F1.7 بحساس 1 1.43% حساس ضخم جدا مع Optical Image Stabilization الكاميرا الثانية 13 ميجابيكسل للزوم بتقنية البرسكوب ستعطينا 5 X Optical زوم تقريب بصرة حقيقة ستدعم Optical Image Stabilization الكاميرا الثالثة ستكون 48 ميجابيكسل Ultra وايد كاميرا على إيضة بس دقتها عالي جدا خيارات الفيديو خيارين أو يعني ستصور 4K 30 و 60 فريم مهم جدا للجودة ومهم جدا للتثبيت كيف ممكن Optical Image Stabilization وتبعدنا انه فيديو سيكون جدا جدا ثابت فجودة عالية مع ثبات ستأخذ للتجربة الأفضل ان شاء الله يكون هيك بالنسبة للكاميرا الأمامية 32 ميجابيكسل بفتحة F2.4 ان شاء الله اقدر احصل الجهاز بجربه بالنسبة لل Find X العادي 1 على 2 انش حجم أصغر وفيه Optical Image Stabilization كاميرا الزوم 13 ميجابيكسل بفتحة F2.4 وايضا عندها Optical Image Stabilization والكاميرا الأخيرة 10 ميجابيكسل بدل 48 ميجابيكسل Ultra Wide هؤلاء الفروقات اللي بينهم رح يعطونا نفس قدرات الفيديو اللي موجودة في نسخة Pro والكاميرا الأمامية ما عليها تغيير 32 ميجابيكسل أيضا تصور ميجابيكسل فول انش دي الجهازين رح يدعم الواي فاي 6 بلوتوث 5.1 NFC USB Type-C بالنسبة للبطارية لا يوجد فرق كبير 4200 وستين أو 4200 مع شحل السريع 65 واط وما فيه شحل لاسلكي بالنسبة للسعر ذكروا أن الأسعار ستكون في أوروبا ستبدأ من 1000 يورو إلى 1200 يورو كم ممكن يوصل لبلادنا ما عندي أدنى فكرة وما منعرف حتى رح يطلقوهم في بلادنا لكن في النهاية بيوصلوا لبلادنا وأول دول السعودية الإمارات مصر بالعادة إن شاء الله قريبا نشوفوا بيارب يعطيكوا ألف عافية إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك تكتبوا تعليق وتعملوا شير لهذا الفيديو ولا تنسوا تتابعوني على إنستغرام بشوفكم في الفيديو القادم إلى اللقاء